ترجمة نانسي قنقر والآن إلى التفاصيل ولكن من قبل باش تكون أول واحد كتتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس التونسي القربي مهاجما عمروش بعد تصريحاته ضد المغرب مدرب خواف وجبان ولا علاقة له بكرة القدم هاجم خالد القربي الدولي والتونسي الجزائري عادي العمروش مدرب منتخب تنزانيا على خلفية تصريحه الذي اتهم به الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بيل كولسا وتحكمها في مواعيد وتهينات الحكام في القارة الإفريقية وقال القرب في تصريح لإداعة أف أم تونسية عمروش لا علاقة له بكرة القدم ولا يمثل الجزائر ولم يسبق لرؤية أي جزائريين يتكلم بتلك الطريقة وأضف لاحب المنتخب تونسي السابق عمروش مدرب خواف وجبا وغير قادر على الذهاب بعيدا لأنه يجهز الأعضار قبل مواجهة المنتخب المغربي في الكان ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المغربي نظره تنزاني غادا الأربعاء على أرضية ملعب لورانبوكو انطلقا من الساعة السادسة مساء بتوقيت المملكة المغربية لحساب الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا بيلكو الدفور لا يصدق الكاف تطلب وليد رجراجي بإبعاد أربعة لاعبين من المنتخب المغربي أخبار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف مسؤولي المنتخب المغربي خلال اجتماعه بهم بضرورة إسقاط أربعة لاعبين من اللائحة الرسمية التي ستواجه تنزانيا يوم غد الأربعاء برسم الجولة الأولى عن طور المجموعات لكأس أفريقيا للأمم وتنص لوائح الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف على تسجيل 23 لعبا بورقة المباراة هدف الوقت الذي تضم فيه لائحة المنتخب المغربي 27 لعبا وسيكون الناخب الوطني وليد رجراجي ملزما باستبعاد أربعة لاعبين خلال مواجهة تنزانيا يوم الأربعاء بملعب لورانبوكو بمدينة سان بيدرو وتضم لائحة المنتخب الوطني 27 لعبا وهي تعلق الأمر بكل من ياسين بونو ومونير المحمدي والمهدي بن عبيد وأشرف حكيمي ونصير مزرع ويحي عضية الله إلى جاني بنيف أكرد ورومان سيس ويونس عبد الحميد وشادرياد وعبد القادر عبقار وسوفيان أمرابط وعزدين أناحي وإسماعيل سباري وأميريت شارتسون بالإضافة إلى طارق تيسودالي وعبد الصمد الزلزولي ويوسف أنصاري وأيوب الكعبية وأمين عدلي وسوفيان بوفال وحاكم زياش ومحمد الشيبي وبيل الخنوس وأسما العزوزي وأمين حارت بعد استفزازه للمغاربة الجزائر عمروش يتراجع عن تصريحاتها تراجع عادي العمروش مدرب المنتخب الطنزاني عن تصريحاتها التي تهم من خلالها الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالكولسة والتحكم في تعينات الحكام ومواقيت لعب المنتخب المغربي وقال عمروش في ندوة السعوفي التي تسبق مباراة المغرب وطنزانيا نحن في شمال إفريقيا نأخذ فقط السلبيات من العديد من الإيجابيات وتباع عمروش المنتخب المغربي قلت أنه من المنتخبات العالمية وتكلمت عن التنظيم واللاعب والفكر التكتيكي للمدرب وتحدثت عن الكثير من الأمور الإيجابية وزاد المدرب الجزائرية تحدثت أيضا عن طريقة اللاعب وكل الأمور الإيجابية الأخرى فالفريق الذي يفز على البرازيل هل سنقول أنه ينتصر بالحضة بل يعني أنه انتصر بإمكانياته ولا أحد قادر على حدف تاريخ المنتخب المغربي وأكمل نتائج المنتخب المغربي تجيب على كل الأسئلة وقال الجزائر عمروش في تصريح سابق أن الجامعة الملكية المغربية تقوم باختيار الحكام والتحكم في مواقع اللاعب وأضاف أنه قوة ضاربة تسير الكرة الأفريقية وزير الرياضة التنزانية اللاعبنا جاهزون بنسبة 99% لمواجهة المغرب وهدفنا حصد ثلاث نقاط مهمة في بداية المسابقة ألقى وزير الرياضة التنزاني دومستن دومبارو خطابا على لاعب منتخب بلادها قبل مواجهة المنتخب الوطني المغربي لحساب الجولة الأولى من المجموعة السادسة لمسابقة كأس أمم أفريقيا بالكودفور وصراحا دومبارو بعد خطابها اللاعب جاهزون بنسبة 99% لمواجهة المغرب في كأس أمم أفريقيا وأكمل حديثه قائلا جئت للوقوف على مدى استعدادنا للمباراة الأولى وهدفنا حصد ثلاث نقاط مهمة في بداية المسابقة هذا هو سيد الشنو المنتخب المغربي ما صاره في الكان بمواجهة تنزانيا يوم غد الأربعة على أرضية ملعب لورنبوكو انطلق من الساعة السادسة مساء بالتوقيت المغربي حرص المدير الفني للمنتخب المغربي ولد راقراجي على إقحام مدافع نادي ريال بيتسل إسباني شادرياض أساسيا في المباراة الودية التي تفوق فيها أصود الأطلس على حساب ممتخب السيراليون بنتجة 3-1 في مدينة سان بيدرو بالساحل العش حيث سجل للمنتخب المغربي مهاجم نادي إشبيليا الأسباني يوصف انصاري تنائيتنا في الدقيقتين الثلاثين والخمسة والخمسين مقابل ذلك سجل لعب نادي رايان القطريس في أمبوفال الهدف الأخر لمنتخب بلادها في الدقيقة الخمسة والثلاثين وفي الوقت الذي شهدت فيه المباراة الودية للمنتخب المغربي لدسل اليون إقحام اللاعب شادرياض أساسيا بدل زميل هرومان غانم سيس مدافع نادي الشباب السعودية وقائد المنتخب المغربية تسألت الجماهير المغربية عبر موقع التواصل الاجتماعي حول إمكانية اقتناع مدنبي المنتخب المغربية بمؤهلة اللاعب شادرياض المتألق في الأوينة الأخيرة في بغطلات الليغة الإسبانية كي يعتمد عليه إلى جانب نيف أكراد مدافع نادي واستهام الإنجليزية لللاعب أساسيين في قطب دفاع منتخب بلدهما وذكر موقع العربية الجديد أنه حصل على معلومات من مقاربين من المدرب وليد راقراكي أكد من خلالها أن اعتماد المدرب وليد راقراكي على اللاعب شادرياض بدل اللاعب رومان سيس جاء في إطار رغبته في متبعات مستوى اللاعب عن قرب وعدم جهوزية قائد المنتخب المغربي البدني وفي هذا الإطار تحدث ذات المصدر جرى إشراك شادرياض من قبل وليد راقراكي أساسيا من أجل أن يتابع حضوره في خط دفاع المنتخب المغربي ومد انسجامه مع نيف أكرد المدرب استغل عدم جهوزية القائد سيس البدني ليمنح شادريك كامل فرصتها مع بداية بطولة كأس أمم إفريقيا حيث سيعود راقراكي ليعتمد على تنائية سيس وأكرد ولن يغامر كثيرا بالاعتماد على لاعب شاب يكتشف أجواء المنافسة قارية لأول مرة وتبع سيس يملك شخصية قوية وله من التجربة ما يكفي كي يكون في أتم الجهوزية قبل مباراة طانسانيو أما المدرب فقام بعدة تغييرات في المراكز للاعبها في المباراة الودية الأخيرة ضد سيراليون ومشيء كان فيها ليس هو الفوز بل عدم إصابة أي لعب خاصة أننا نفتقد لعب مميز من قيمة نوسى المزروية الذي يعاني من إصابة في ربلة الساق ولم يجهز بعد ترجمة نانسي قنقر